السلام عليكم متابعين الكرام أعظم آية في القرآن الكريم أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم وتهرب الشياطين عند سماعها ستندم على عدم قراءتها ولكن قبل مشاهدة الفيديو أدعمونا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات ثوائد آية الكرسي تعد أعظم آية في القرآن الكريم إضافة إلى عدد من الفضاء للكثيرة الأخرى والتي وردت بها السنة النبوية وآية الكرسي هي الآية 255 من سورة البقرة وعرفت بكونها سيدة القرآن الكريم وقراءة آية الكرسي عبادة لله وراحة للقلب وفيها توجد القاعدة الأساسية للديد الإسلامي التي هي معنى التوحيد الخالص لله تعالى وفيها أيضا علاج للعديد من الأمراض الجسدية والنفسية كما أنها مكونة من خمسين كلمة فيها خمسون بركة من الله وهي من الآيات التي جمعت الكثير من أسماء الله ففيها سبعة عشر اسما لله تعالى منها الإسم الأعظم الذي لا يرد دعاء المسلمي عند الدعاء به وقال الدكتور عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إنه كان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ آية الكرسي قبل نومه وهي الآية الحافظة من الشيطان وقد عرفنا هذا الحفظ من قصة جميلة حدثت لأبي هريرة رضي الله عنه فقد روى البخاري عنه أنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت والله لا أرف عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة قال فخليت عنه فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة قال قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله قال أما إنه قد كذبك وسيعود وأضف هاشم خلال لقائه بقناة الناس فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود فرحمته فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله قال أما إنه قد كذبك وسيعود وأوضح فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله وهذا آخر ثلاث مرات إنك تزعم ولا تعود ثم تعود قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت ما هو قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة قلت يا رسول الله قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني له بها فخليت سبيله قال ما هي قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح وكانوا أحرص شيء على الخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة قال لا قال ذاك شيطان إن أعجبكم الفيديو اشتركوا في القناة دعما لنا لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة أعرف دينك ترجمة نانسي قنقر